رغم الوضع الوبائي المقلق والمقلق جداً يعني الذي يشار إليه معاليه وإمكانية ربما الدخول في موجة ثالثة من الوباء إلا أننا نقدر ظروف المواطنين الصعبة على المستويين الاقتصادي والنفسي واستجابة أيضاً لمطالب نيابية من خلال مذكرة وقعها 95 نائباً ونائب للمطالبة بالتخفيف من الإجراءات التقييدية الحالية وذلك في إطار الشراكة والتعاون الإجابي والمثمر مع أضاء مجلس النواب الموقر ومع إدراكنا التام بأن تخفيف الإجراءات سيزيد الضغط على نظامنا الصحي الذي تعاني كوادره كما أشار معاليه من جيشنا الأبيض من إرهاق وإنهاك ولكن أملنا كبير جداً بتحمل الأخوة والأخوات المواطنين الكرام مسؤولياتهم الكاملة بالالتزام التام لقواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بالشكل السليم والنظافة العامة والتسجيل على المنصة المخصصة لتلقي المطاعيم والذهاب لتلقيها بحسب المواعيد المعلنة كونها السبيل الوحيد الآن لفتح القطاعات والعودة النسبية للحياة الطبيعية وقد حاولنا جهد المستطاع الموازنة ما بين صحة المواطنين وسلامتهم وما بين الوضع الاقتصادي من خلال القراءة القرارات التي سأتلوها تالياً أولاً وقف العمل بالحضر الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من يوم بعد غد الموافق للثلاثين من نيسان لتكون الإجراءات فيه كأي يوم آخر من أيام الأسبوع ثانياً يستمر العمل بالحضر الجزء الليلي وفقاً لما هو معمول به الآن بما في ذلك أيام الجمعة ثالثاً السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتي العشاء والتراويح ولمدة يحددها معالي وزير الأوقاف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق للثلاثين من نيسان وللعشر الأواخر من شهر الرمضان المبارك رابعاً تبدأ عطلة عيد الفطر السعيد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من أيار المقبل وحتى مساء يوم السبت الموافق للخامس عشر منه خامساً يتم إحياء صلاة عيد الفطر في الساحات الخارجية وسيتم تحديد الأماكن من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سادساً سيتم فتح الحدائق العامة والمحال التجارية بداخلها اعتباراً من الثلاثين من شهر نيسان الحالي إن الهدف الأساسي لجميع الإجراءات التقييدية التي نتخذها بالإضافة إلى تكثيف حملة المطاعيم هو الوصول إلى الصيف الآمن المنشود والذي نستهدفه مع مطلع شهر تموز المقبل بإذن الله ونؤكد حرص الحكومة على عودة التدريس الوجاهي للمدارس والجامعات مع مطلع شهر أيلول المقبل وقد بدأت من الآن حملة لإعطاء المطاعيم لما يقارب 160 ألف معلم ومعلمة قبل ذلك التاريخ من خلال حملة ميسرة للمطاعيم حرصاً على سلامة مربي الأجيال وفلذات أكبادنا ونؤكد هنا أن الإجراءات التي أعلننا عنها اليوم تشكل الحد الأقصى المتاح والممكن اتخاذه خلال هذه المرحلة وستخضع للتقييم المستمر في ضوء ما يمليه علينا الوضع الوبائي علماً أنه لدينا خطة لإعادة الفتح التدريجي للقطاعات ولكن هذه الخطة تعتمد على المحافظة على معايير أهمها نسبة الإشغال السريري لأسرة العناية الحثيثة بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 65% حيث ستضطر الحكومة بخلاف ذلك للعودة للإجراءات التقييدية أشكركم لحسن إصغائكم وأسأل الله جل في علاه أن يخلصنا قريباً من شر هذا الوباء ترجمة نانسي قنقر